موسيقى طيب هذا استاذ طاه يقودنا بالتأكيد للحديث عن واقع المجتمع المدني في ليبيا بعد الثورة في هذا الباب ماذا يمكن أن يقول كيف يمكن أن نقيم خمس سنوات من النشاط للمجتمع المدني الليبي بعد الثورة الذي عرفت طفرة كما تفضلت منذ قليل بعد الثورة أخي عادل يستطيعي جواب سأعود للأستاذ عادل لكن بيودي أن أستنسى برأيك في هذه الجزئية ثم أعود للأستاذ عادل باللهجة العامية نحب أن تحدث العديد من العامية صار أنها إسهال في الجمعيات الأهلية بصراحة والعديد منها كانت بعد 2011 مباشرة بعد 2011 بعد يوم 26 و27 مجلس طرابس المحلي تأسس يعني في 40 سنة كان عندنا لا يزيد عن 200 جمعية 180 جمعية أهلية في عهد الطاغية وبعد التحرير مباشرة أصبح عندنا 800 حاجة رهيبة جدا هذا الإسهال كما ذكرت بين الظفرين هل كان مفيدا من الواقع الليبي؟ مطلوب 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 ما نقولك مطلوب لكن كانت الجهات الرقبية غايبة لا توجد جهات الرقبية أي شيء ما ترقبهاش حيضيعه حتى ابنك أي شيء ما ترقبهاش حيضيعه لا يوجد دعم حتى الآن لا يوجد دعم إلا من رحمة ربي يعني هذي تنقصه من دعم في دين في البداية على شتى وصار شوي عزوف عن دعم الجمعية الأهلية لأن في 2011 بعد الانتصار المبارك في طورة 17 فراير تحصل العديد من الدعم الجمعيات لكن كانت للجمعيات الخطأ بعض منها كانت لا تستحق هذا العدد هذا الدعم وتم استغلالها في غير ما يفيد الله والوطن طيب سنعود إلى هذا التفصيل لبما بأكثر استفادة أعود إليك أستاذ عاد الواقع المجتمع المدني الليبي بعد الثورة كيف يمكن أن نقيمه؟ يا حقيقة زي ما تفضل أخي طهاء في أنه كانت فعلا في تسنابي من الجمعيات أذكر كنت في المجلس ترابس كنت مسؤولة على معي طهاء كنا مسؤولين على موافقة على الجمعيات الحقيقة كانت في أظن في أسبوعين يعني في اليوم يعني من الساعة 8 صبح إلى الساعة 3 والجمعيات تتوالى يعني والحقيقة الجزء المؤسف في هذا الأمر وأقولها حقيقة يعني أن في بعض منها كانت طفرة كانت الغرض منها ربحي والله يعني على سبيل المثال في البعض جمعيات أقامت بزرات جمع الأموال ولا ندري الأموال كيف أخذت وكيف أونفقت ولكن الآن بعد خمس سنوات نالا أنا نقول لك المجتمع المدني هم وناسة هم وهم نفسهم يعني القياداتها قاعدت زي ما هي لأنها هي المجتمع المدني حب وتقديم وبالتالي وشغف بالعمل التطوعي نعم هذه مسألة مسألة فكرية في أصلها وبالتالي الآن نشتغل بنظرية 20-80 يعني 20% من الجمعيات القائمة الآن هي اللي تقدم في 80% من العمل في المجتمع في المقاوضة 80% تقدم في العشيف البقية اختفت وبالتالي يعني نقول لك لو في المجتمع المدني على ترابس على سبيل المثال نقول لك لو بنجمع الناس نعرفهم فردا فردا وبالتالي وهذا مش عيب بالمناسبة لأن المجتمع المدني والعامل هي تقافة أصبحت الآن علم ومعرفة أنت الآن حقيقة بتتواصل مع المجتمع الآخر مثلا مع الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي وأي مؤسسة أخرى التواصل المجتمعي هذا مطلوب وله أدواته وله علومه ومعارفة يعني الآن من الأشياء اللي لحظناها الآن في السنوات الماضية عدم الإلمام بالمهارات اللازمة سواء كان في التعبير عن مشروع التي كانت في المجتمع المدني عن الإعداد له عن التخطيط عن إعداد الميزانية عن الشرح عن التفصيل فالواقع المجتمع المدني الآن بدأ يحبو في بلادنا وبس نقول لنا فيه له قيادات الآن يعني المؤسسات المجتمع المدني إغتية هناك فيه قيادات أنت قلت أن المجتمع المدني في ليبيا قيادته تقريبا هي هي نفس القيادات ربما التي تصدرت المشهد قبل الثورة نعم تتصدره بعد الثورة أضيفت عليها لبعض الأسباء طيب ولكن هي قاعدة يعني لأن ليش لماذا لم يحصل تطور في هذا الأمر لماذا هذا يقع علينا صحيح هذا سؤال نقطة مهمة دائما كنا نقول لزملائنا خاصة نحن نحن كبار في السن الآن الآن المفروض موجود شباب يعني سبيل المتالي قبل قريق كان شباب ما اتحاد الطلبة الأصل الآن توريط المعرفة وتعريف توريط هذه الروح وهذه الطاقة الآن مفروض هذا العمل ينتقل للأجيال التي بعدنا يعني وبالتالي ولكن بالمناسبة شفت مجموعة من الشباب مشتغلين شغل حلو ما شاء الله عليهم بصراحة في التواصل حتى مع العالم الآخر يعني المجموعة كنت شايفها ذهبت إلى إلى ماليزيا يعني في شراكة مع المجتمع المدني الشبابي وهذه نقطة جيدة ولكن الحقيقة الآن قاعدين الحقيقة يعادت النظر في تفكير المجتمع المدني الأسف في البعض ولنقولها حقيقة الأسف في البعض من المجتمع المدني فتت التورا كانوا يعني دخل المجتمع المدني للغرض الوصول إلى أماكن صراحة وهذه أساءة المجتمع المدني وبما هذه من سلبيات وهذه من سلبيات ولكن لا يعني أن المجتمع المدني والذي عمل في المجتمع المدني عمل سيء لا هي رسالة سيد الكريم ولكن الحقيقة من يعي هذه الرسالة هو من يعمل فيها ولكن حيانا دائما نكون في كل مكان هناك من يفسد عليك هذه الفكرة وهذه الرسالة من يطور وربما من ينزل بمستوى لا وهذه الشيء حقيقة طلبناها من وزارة الشؤول الاجتماعية وطلبناها من وزارة الشباب وطلبناها من وزارة التقافة بأي شكل الأشكال دعم والرفع من القدرات لأن القطاع الرابع الناجس هو القطاع المجتمع المدني زي ما فيه قطاع الخاص وقطاع الدولة لماذا تعتبره قطاعا لاكسا؟ يضيف للدولة يقيمها أنت قلت أن كان هناك إسهال في الجمعيات يعني الأصل فيه أن تكون هذه الجمعيات سندة للدولة وسندة للمجهود الحكومي وهذا ما لم يحصل لم يحصل حقيقة لأن الأسف أقولها الدولة لم تساعدنا في هذا الأمر لأنني رفع من القدرات يعني على سبيل مثال لو كان لدينا مشروع لإبراز قيادات مجتمع مدني من الشباب لأننا اليوم الآن نحن في 2016 يعني لدينا قيادات شابة في قيادة المجتمع المدني أسوة بزملائنا من دول العربية الصديقة والشقيقة والقريبة منها وهذه مسألة أنا أعتقد هذا مشروع مهم جدا لأن لن تقوم لنا قائمة إلا في وجود مجتمع مدني قوي يدعم مصالحة وطنية عدل انتقالي كثير من القضايا المجتمع المدني عنصر لا أساسي فيها يعني طيب أرجو إليك أستاذ طاه الشكشوكي بعد سنة من التحرير تقريبا تناقص الدور للمجتمع المدني وأفل نجمه وحصل نوع من العزوف من الليبيين من فئة الشباب خاصة العزوف على الاتحاق بمنظمات المجتمع المدني إلى ما يرجع هذا العزوف في رأيك أول حاجة نحن لازم نعرفه أسباب معنى إيش سمحني في الكلمة أسباب الإسهال ممكن مش محاضرة مش برنامج طبي هو لكن أسباب الإسهال وكيف تم علاج هذا الإسهال لأننا مثلا لي بيقولك الكترة تحرم الود يعني نتصبح عندك تميمية كترة تؤثر على الجودة أكيد طبعا في حاجات معينة تأثر فيها الجودة لكن الكترة تحرم الود لما يكون عندك هلبة صغار مش كلهم حتحضنهم في نفس اللحظة معاش تقول ربي كل واحد تلبسه أحسن لبس لما يبدو عندك هلبة أصدقاء مش كل واحد تستطيع ترضيه تمشي مع هذا وتمشي مع هذا فحتى الجمعيات الاهلية كان عددها كبير جدا والعديد منها قام أسباب قيام هذه الجمعيات البعض منها جاء لجمع أموال لصيانة بعض البيوت التي تضررت من حرب التحرير هذه انتهى دورها بعض منها كانت من غرض أسر الشهداء أقام قيمة وزارة للشهداء بعض منها كانت لدعم الجرحة أقيمة وزارة للجرحة والشهداء بعض منها كانت لدعم الأطفال الأيتام والغير أصبحت قيمة بين قوسين الدولة وقيمة رأس وزراء وتولت هذه المهام والعديد من الجمعيات أفل دورها في جمعيات التي قاعدة موجودة التي مازالت مستمرة هذه الجمعيات التي لها توابط على المدى البعيد وأسس لبناء وأهداف ورؤية ورسالة على المدى البعيد وهذا ما يناس أن يقولك العمل في الجمعيات الأهلية في العمل التطوعي يحتاج إلى نفس عميق وطويل ورغبة صادقة في البناء رغبة صادقة في العمل الأهلي أما هذا ما يتبطى أن العديد منهم هو مؤقت فكرة مؤقتة وعملة مؤقت وربما حتى رؤيته لأنه موضوع بسرعة سوف ينتهي استمرارنا تفضل سيد عدل لا ترى أنه تهرم القيادات في المجتمع المدني الليبي ربما دفعت بالشباب لأن يعزف عن المشاركة بقوة في هذا الميدان الحقيقة هو بالنسبة للشباب تحديدا يعني إذا كان هناك دور للشباب الأصل أن تكون لهم رؤية الحقيقة أنا كن دائما أسل هذا السؤال لمجموعة شبابية طموحة وغيرها يعني أن تكون لكم رؤية ما ستقدمون من أنتم وما تريدون وهذه نقطة مهمة الحقيقة أنا أعتقد الآن لا بد يكون دور للشباب للنهوض بأنفسهم يعني الآن حقيقة الآن ليست لدينا رؤية للأسف الحكومات المتعاقبة أو الدولة هنا يأتي دور المجتمع دور المجتمع من يقوم بتعديل المسار بنفسه يعني المجتمع الحيوي والمجتمع الحي اللي يبرز من داخله قيادات في الأصل حتى لو كانت القيادات الحالية لاستطيع القيادة هناك من يصلح المسار وبالتالي كنا دائما تحدث مع شباب يعني هذا الزمان القادم ليس زمان زمانكم أنتم عليكم أن تفكروا في التحديات ليبي لما كنا شباب هنا كانت تحديات تختلف الآن تحدياتكم أنتم في القرن الواحد والعشرون الآن نحن في العقد الثاني مننا عليكم أنكم ربما تتحدث من زاويتك أستاذ عادل أنت ربما معطاء وترحب ربما باستقطاب الشباب وبدفعهم للعمل داخل المجتمع المدني وبإكسابهم المهارات الضرورية لهذا المجال لكن هناك أيضا من الشباب من يقول أنه تهرم الساحة ساحة المجتمع المدني في ليبيا أثرت ربما على شغفهم بهذا العمل أنا أعتقد هي مسر التقى أيضا التقى ما بين الجيلين حينا نجيل بيسلم إلى جيل آخر لابد هناك في مسأل ثقة في التسليم والاستلام ولا يعني أن التسليم والاستلام أن الجيل الهارم قد انتهى لا بالعكس بخاصة في المجتمع المدني الخبرات القديمة ممتلئة ممتلئة بالخبرات والمعارف هنا تأتي خبرات الكبار وطاقة الصغار صراحة هنا المزج المفروض يكون يعني الآن في تجارب كثيرة إلى أي مدى نجوح هذا المزج هذا يعتمد على مثلا تثقة ما بين الطرفين في التبادل هو ليس تفاضل لما هو تكامل نحن نتكامل لن نتفاضل يعني مش شرط ينتهي الجيل الأول حتى يأتي جيل من بعده يعني سباق التتابع العصر التتابع فأنا نسلمك بس المسألة الآن الحقيقة في أجواء غير صحية الآن في الأطراف المتعدة ولكن صدقني لو أن الآن عرفنا كيف نتواصلوا مع الشباب وعرفوا الشباب كيف نتواصلوا معنا أنا أعتقد المسألة التسليم والاستلام وقضية تولي مسائل المجتمع المدني سنجد شريحة لبأس بها من الشباب تعود للمجتمع ولها أدوار كبيرة في رقم الصدع أستاذ طه هل تشرح لنا بأكثر تفاصيل كيف كان دور الدولة غائبا في دعم وفي إذكاء أنشطة منظمات للمجتمع المدني بعد الثورة يعني كما قلت منذ قليل أحد أسباب فشل ربما بعض منظمات المجتمع المدني هو غياب دور الدولة ربما في التأطير وفي الرقابة وفي الدفع وفي الدعم ربما حتى أيضا في الإعلام أين كان يعني موطن الخلال أو موطن الضعف في دور الدولة في علاقة بمنظمات المجتمع المدني ويسأني بقول حاجة من أروع الأشياء في السبعة شبراير أنك تستطيع أن تتكلم بحرية الآن اكتسبنا حريتنا أنا بنتطبق المبدأ الذي كسبته من السبعة شبراير بنتكلم بحرية تفضل بكل أسف وبكل أسف السبعة شبراير أساسها صحيح وسليم ومبادئها عالية وراقية وقيم إنسانية وقيم إسلامية جاءت بها أصلا ثابت أصلا ثابت وفرعها في السماء هذا 17 براير لكن من جاء بعد من حكومات وشيء حقيقة أختيارات سيئة جدا أجهضت العديد من الأفكار وأعطت العديد من الأفكار السلبية للمواطن وعن الوطن قصدا أو عن غير قصد الجمعيات الأهلية الناس عندها توقعات أكتر من الواقع أنا أعتقد إلى الآن لم تأتي جهة منفدة لسياسات الدولة ولرؤية الإنسان حتى الآن بطريقة صحيحة يوجد ضعف في الحكومات التي جاءت في الدولة الليبية وهذا طبيعي جاءت فيها ضعف لم تعطي الحق لإصحاب الحق يعني كيف أرجعنا لنفس القصة الأولى وهذا لا نريده أنا أتكلم من هذا المنبر حتى لا نكرر نفس الأخطاء تعطى الدعم لمن لا يحتاج دعم في الجمعيات الأهلية تعطى إذا كان نعرفه فلان وفلان ما هي الأليات التي يمكن للدولة أن تعتمدها هل تعلم أنه ليست لدينا قانون جمعيات أهلية أخذ دعم من من لا يستحقه نعطيك مثال تفضل إذا أصبت في عيونك تذهب إلى طبيب العيون وإذا كان عندك مشكلة في البطن تمشي إلى طبيب باطنة ما قامت به الجهات التنفيذية هو أنه كان حظه يصيب عنده ألم في بطنه يذهب إلى طبيب الأندوى وأنفود وحنجرة بكل أسف ناس متخصين في المجتمع المدني لم نسأل ولم يسألوا في كيفية بناء المجتمع المدني لإعادة تطوير قانون المجتمع المدني نعرف العديد من الناس اللي هم متمكنين وعاملين في المجتمع المدني لم يسألوا ولم يطلب منهم الاشتراك ولو بفكرة في وضع القانون لا يجوز يا أخي ربما هذا يشرح في بعد من أبعاده طبعا لا يوجد قانون تنفيذي واقعي صحيح يتحكم مجتمع المدني أنت جئت إلى مربع الفلس نحن بالفعل سنتحدث عن نقطة التشريعات والقوانين كيف ترون الجرية بالتشريع أستاذ عادل في مسألة المنظمات المدنية الحقيقة التشريعات بدأت تحتاج إلى حلقة كاملة ولكن ممكننا بس بخلاصات يعني في السابق كانت سيئة والآن لم تعدل زي ما قال خطها لم يلتفت إليها أصلا وبالتالي نشايف أن التشريعات تحتاج إلى العاملين في المجتمع المدني هم من يساهم في وضع التشريعات لا يمكن أن واحد يعني مش فهم المجتمع المدني ويعتمد لتشريعات كانت غربية أو شرقية فهذا لا يفيد تحتاج إلى ورش عمل في مسألة التشريعات للخرج بها بشكل قوي طيب قرب لقاءنا على الانتهاء كلمة الختام عندك أستاذ يجب أن يشتأل أهل الاختصاص كلهم في المجاله يبدع أما أن يضع ناس ليس لهم علاقة بالمجتمع المدني لوضع قانون المجتمع المدني ليس هكذا هل أنت متفائق بمستقبل المجتمع المدني في ليفيا نحن في 17 متفائلين جدا نحن من شاركنا في 17 براير متفائلين القادم أفضل لأننا ما زلنا أحيا أشكرك جزيلا شكر ضيفي أستاذ طاه الشكشوكي الناشط بالمجتمع المدني أيضا أستاذ عادل بوغرين الناشط بالمجتمع المدني شكرا لك شكرا لكم ضيفي الشكر الموصول أيضا لمشاهدي ومتابعي قناة ليبيا بانوراما الأوفية أشكر أيضا جنود الخفاء من زملائي في غرفة الإخراج في قسم الأخبار زملائي أيضا في بث الخارجي الذين نقلوا إلينا التفاصيل وفعاليات الاحتفالات اليوم بالعاصمة ترابس بمختلف أنحاء ليبيا أهنيكم من جديد مشاهدينا بالذكرى الخامسة لعيدي ثورة السابع عشر من فبراير إلى أن ألقاكم من جديد دمتم في رعاية اللقاء بعد الزميلي بعد الانتقال من بلدية بوسليم إلى الشرع الغربي قرجي بالعاصمة ترابلس هكذا هو الشعار الذي بدأت به جماهير الشرع الغربي بنغازي وسرد في قلوبنا معنا أحد المشرفين على هذه الاحتفالية بالسنة الخامسة لسبعتاش فبراير مرحبا بك سيد عبد الناصر خليفة الحبت مرحبتين بك بالنسبة للاحتفالنا بتورد سبعتاش فبراير يعني كلها مجهودات تاتية مفيش أي دعم من أي جهة إن كانت وفرحتنا بتورد سبعتاش فبراير سبعتاش فبراير في قلوبنا إن شاء الله ومش حننساها وإن شاء الله ربي وحد ليبيا وإن شاء الله نكونوا ويد وحدة ومتكاتفين مع بعضنا ونتمنوا من الناس المختصة إنها تهتم بالشباب وتهتم بالأطفال الناس فرحتها كبيرة بتورد سبعتاش فبراير الناس فرحانة وكل من يقول إن الشعب الليبي مش فرحان بالعكس الشعب الليبي فرحان همني والتورة دي تورة يعني جرت في عروقنا وإن شاء الله نقدمو لها الأكتر وأكتر بعون الله يا رب العالمين ونطلبوا من الناس إنه يوحدوا ليبيا إيد وحدة ويهتموا باللي صاير في بنغازي وبسرت لأن هذا ما يناء يعني ناس من دمنا ومن لحمنا وناس مننا وفينا وإن شاء الله ربي وحد ليبيا رب العالمين شكرا لك أستاذ عبد الناصر طبعا زي ما أشار أستاذ عبد الناصر أن مازالت مهما كانت الأحتفالات مازالت بلغازي واسرت في قلوبنا ما زلنا إحنا الليبيين نتفكروا اللي في الشرق يتفكروا اللي في الغرب واللي في الغرب يتفكروا اللي في الشرق طبعا معنا معنا أحد لحضرتك طوفيق صالح الطير طوفيق شكالك كلمة اللي حاب توصلها شعب الليبي به المناسبة إن شاء الله نهني كل الليبيين الثورة الخامسة المباركة ونهي الثورة 17 فبراير بإذن الله رب يحكم الدماء يسيرت في منغازي يوحد الليبيين كلنا ويجمعنا إن شاء الله السلام عليكم هكذا كانت طويتنا المباشرة للاستعدادات للاحتفال بالساءة الخامسة لثورة 17 فبراير في العاصمة ترابلس كنا في مسلم والآن في الشرع الغربي ووصل تغطيطها المباشرة في باقي شوارع ترابلس العاصمة كان معكم زياد الحجاجي لقناة ليبيا بنوراما